محنان الرحيم اسمحولي النهاردة الحقيقة ان انا ادلي بتصريح هام جدا الحقيقة كان بيثير الرأي العام على مدار العشر ايام السابقة وهو موضوع ازمة انقطاع الطيار الكهربائي والحقيقة يمكن هذه الظاهرة او الازمة بدأت معتبارا من يوم 17 يوليو مع الارتفاع الشديد جدا في درجات الحرارة اللي وجهته مصر واللي تبين ان هو العالم كله بيواجه ظاهرة غير مسبوقة اسمحولي يمكن حتكلم بصورة مجازة وعايز ابدأ ان منذ دقائق قليلة جدا السيد امين عامل امم المتحدة انطونيو جوتيرش قدل ببيان وبتصريح مهم جدا انا عايز بس حنقل لحضراتكم الكلمات اللي هو قالها قال ان شهر يوليو الحالي هو الاكثر سخونة على الاطلاق اننا دخلنا عصر الغليان العالمي وان تغير المناخ امر مرعب وما يحدث هو مجرد البداية التصريحات دي قالها السيد امين عام مجلس امين عام الامم المتحدة منذ دقائق وهي ببساطة شديدة بتلخص الازمة المفاجأة اللي كل دول العالم موجهتها في خلال العشر ايام الماضية العملية ببساطة شديدة عشان نبقى عارفين ان محطات الكهرباء اللي موجودة عندنا ويمكن انا هتكلم على مصر فقط في البداية ونشوف العالم كله بيحصل فيه ايه احنا ببساطة شديدة هناك تنصيق كامل ويومي ما بين وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء وانا وانا في كلامي هتكلم برد على كثير من النقاط اللي يعني انا كنت بتباحها بصورة يومية بيتثار في وسائل الاعلام في السوشيال ميديا بيتقال هل يطرى في تنصيق ما بين الوزارات وبعضها البعض في هذا الموضوع طب هو انتو عاملين حسابكو على هذا الكلام طب انتو بتديروا الازمة ازاي الموضوع بتاع ان احنا نشغل محطات الكهرباء احنا بنشغل محطات الكهرباء بتاعت مصر من خلال منظومتين المنظومة الاولى وهي الاعتماد الرئيسي على الوقود الاحفوري وهو ده مزيج ما بين الغاز الطبيعي والمزوت اللي احنا بنستخدمهم علشان نشغل الجزء الاكبر من محطاتنا اشتركوا في القناة